بسم الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة متعلق بقضية مهمة جدا متعلقة بمباريات البطولات الافريقية سواء على مستوى الاندية او حتى المنتخبات في الفترة الاخيرة الاهلي لعب اربع مباريات في دور ابطال افريقيا عايز اعرف رأي حضراتكم في التحكيم الافريقي بعد مرور اربع جوالات من دور الابطال سواء في مباريات الاهلي او باقي مباريات الفيرة الاخرى او المسابقة اجمالا سواء دور الابطال او حتى كأس الكونفيدرالية شاركوا معنا في الاجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وانستجرام وفي الفقرة الاخيرة هستعرض اكبر قدر من اراء ومشاركات حضرتكم لكن خلونا نبدأ حلقتنا باهم العنوان في ترند الاهلي تدريبات استشفائية للاعب الاهلي وكمان فتح باب حجز تذاكر مباراة مصر والسينيغال واخيرا ليفربول يعلن جاهزية صلاح لمواجهة ارسنال استعرض مباراة اليوم النهاردة في الدور المصري في الجولة التلاتاشر أولى مباراة الجولة التلاتاشر وهي الجولة الأخيرة قبل الأجندة الدولية واستعداد منتخبنا لتصفيات كأس العالم الدور الفاصل أمام منتخب السينيغال النهاردة الساعة 8 مساء على استاد السلام فيوتشير بيستضيف سموحة مباراة بالتأكيد مهمة للطرفين بيصعب التأكيد للاقتراب من المراكز الصدارة الدولة وتحديدا للمركز الرابع والثالث دوري أبطال أوروبا ونقلة تانية مختلفة بقى للمباريات الأوروبية واستكمال مرحلة الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا الساعة 10 مساء النهاردة بتوقيت القاهرة منشستر يونيتد هيستضيف أتليتكو مادريد وفي نفس التوقيت أكس أمستردام هيستضيف بينفيكا إن شاء الله بإذن الله تكون مبارياتها ممتعة لكل السادة المشاهدين والمتابعين للقرى سواء المحلية أو حتى الأوروبية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض فاكر الترند الترند وعندنا قضية مهمة جدا وعندنا نتكلم فيها وهي متعلقة بالتحكيم الإفريقي وإلى أين التحكيم المصري من خريطة التحكيم في القرى الإفريقية أهلا بحضراتكم من جديد وفاقرة ترند الترند النهاردة الحديث معنا في هذه الفقرة هيكون عن التحكيم في قرى إفريقيا ومستوى التحكيم في مباريات إفريقيا في الفترة الأخيرة كلنا شايفين في شكاوة عديدة جدا من الاتحادات الوطنية أو حتى على المستوى الأندية يعني نادي سانداونز قدم شكوى ضد الحاكم المغربي رضوانا جيد على أداءه في مباراته أمام الآله أيضا قدم شكوى على وجود هيسم كرات الحاكم التونسي في مبارات سانداونز أمام المريخ نحيش أيضا على أداء الحاكم الكونغولي جان جاك ندالا في أداءه في مبارات سيمبا ونهضة بركان في كأس الكونفيدرالية الاتحاد الجزائري قدم شكوى الاتحاد الافريقي على تعييننا جوشوا بوندو الحكم البيتسواني في مباراة الكاميرون والجزائر في لقاء الزهاب في ملعب جابوم اللي هيتلاعب في دولة ان شاء الله يوم 25 مارس ففي شكاوة عديدة جدا حتى النادي الاهلي السنة اللي فاتت والسنة قبل اللي فاتت قدم شكاوة يعني عديدة ضد عدد من الحكام كان ابرزهم مثلا بكاري جسامة كان بملكة سيمة حكام كسرين في الفترة الاخيرة فهو هنا ممكن نسأل سؤال اداء التحكيم الافريقي خلال الفترة الاخيرة والتعيين القادم كمان في مباراة الاهلي مباراة الاهلي امام المريخ ان شاء الله تتلاقي بيوم الجمعة الساعة ستة على ملعب الاهلي والسلام تم تعيين حكم سنغالي طاقم تحكيم سنغالي بقيادة الحكم الدولي ماجيد نداي كلنا عارفين كمان اداء ماجيد نداي في كأس الامم الافريقية واخطاء التحكمية كانت موجودة سواء لنداي او بكاري جسامة او ندالة او عدد كبير جدا من الحكام كمان نادي المريخ كان اشتكى من اداء الحكم الجزائري مصطفى غربال فبالتالي فيه سوء في مستوى التحكيم الافريقي وده يخليني اسأل سؤال البعض ممكن يكون مستورة بنحنا نطرح سؤال زي ده من خلال شاشة قناة الاهلي وعبر برنامج الترند ان احنا طبعا كنا دايما بننتقد الحكام المصريين وعلى اداء الحكام المصريين في المباريات المحلية ولكن هنا احنا بنقف بقى في صف الحكام المصري وقت ما بيبقى هنا الامر متعلق باسم مصر او حكم بمص المصر في محاف الدولية لازم نقف وندفع عنه لازم نقف ونتكلم في صفه لان ايا كان المستوى اللي ممكن نشوفه من الحكام المصري مش هيوصل للمستوى اللي احنا شايفينه من الحكام الافرقة في الفترة الاخيرة يعني مباراة سينبا ونهر البركان هدف مؤكد بنسبة 100% حسب تسلل ضربة جزاء لفريق نهر البركان الحكم الكنغولي ندالة لم يحتسب الا برق للجزاء ليه بكلم على المباراة تحديدا لان الحكم اللي هيدير هذه المباراة او هيدير مباراة مصر والسنغال هو اللي كان بيدير مباراة سينبا ونهر البركان في كاس الكنفدرالية فبالتاني عندي تخوف البعض يقول لي ما هو فيه الفار كل حكام من اوروبا لكن في نفس الوقت الحكم الموجود في الملعب هو صاحب القرار الاول والاخير حكم سنغالي بيدير مباراة في كاس الكنفدرالية المفروض مش مستوى قوي ولا صعبة وكل هذه الاخطاء التحكمية المؤسرة في نتيجة المباراة برضو في نفس الوقت تيجي تبص على اسماء القطم التحكمية اللي هتدير مباراة تصفيات كاس العالم الدور الفصل هتلاقي ردوان جيد بيدير مثلا مباراة غانا وناجيريا صادق السلمي التونسي هيدير مباراة ناجيريا وغانا في الاياب تبص على باقي المباراة هتلاقي مثلا بابلاكت سيمة بيدير مباراة مالي وتونس تشوف المباراة العودة في ردس في تونس هتلاقي حكم سنغالي ماجيت نضاي اللي هتلاقي حكم مباراة المريخ والآهلي هو العيدير مباراة تونس ومالي لقاء الاياب في تصفيات كاس العالم 29 مارس تبص على باقي المباراة كبيرة زي الكاميرون وجزائر ماتش الأولاني في الكاميرون هتلاقي في ملعب جابومة في دولة هتلاقي الحكم البتسواني جوشوا بوندو وده الحكم ده تقدم فيه شكاوة عديدة قبل كده في فترات سابقة وكلنا فاكرين الوقع الشهيرة في مباراته أمام منطقة النادي الأهلي في ملعب ردس مع النجم الساحلي حكم عنده 45 سنة على وشك الاعتزال حتى القوام والوزن والرشاقة بتاعت الحكم مش موجودة في الحكم البتسواني جوشوا بوندو لكن الاتحاد الافريقي مع الاتحاد الدولي ده المباراة كبيرة زي مباراة الكاميرون وجزائر تجي تبص على مباراة العودة هتلاقي مثلا فيكتور جوميز في مباراة الكاميرون ومباراة المغرب والكنغو الديمقراطية تلاقي كمان الحكم البروندي اللي لسه صاعد وصغير في السن بيدي المباراة العودة اللي هتتلاقي في كازا ما بين المغرب والكنغو لا يعني كل حكام دي بكم الأخطاء التحكمية اللي موجودة موجودين في مباراة مهمة ومباراة فاصلة تبص حتى على مجموعة الأهلي هتلاقي فيها اتنين حكام مغربة حكمه نور الدين الجعفري وردوان جيد تبص تلاقي مصطفى غربال تبص تلاقي هيسا مكيرات تيجي تبص على الحكام الأفار تلاقي بكاري جسامة ومجيت نضاي وبملكة سيمة تيجي تبص على الحكام المصريين ما تلاقيش غير مباراة إبراهيم نور الدين قدرها يوم 12 فبراير اللي فات كانت مباراة النجم الساحلي وشباب بولوزداد بعدها تلاقي محمد معروف في مباراة الترجي والنجم الساحلي ومحمود البنة في مباراة شبابة الصورة الجزائري مع أهل ترابلس الليبي طب بقى الحكام المصريين فين مش شايف أي حكم مصري آه ممكن يكون عندهم بعض المستوى أو بعض الانخفات في المستوى الفترة الأخيرة لكن مش لدرجة أنهم يكونوا بعيدين كل البعد عن هذه المباراة أمين عمر الحكم المصري المرشح لكاس العالم في قطر 2022 مش موجود على ساحة خريطة المباراة الإفريقية يعني أنا بتكلم على أداء الحكام الأفارقة السيئ جدا ومع ذلك بلائيهم في أهم المباراة هل في ناس بتدفع عنهم هل في ناس جوه الاتحاد الإفريقية بيوفروا في صفهم طب أنا مش هواجه السؤال للمسؤولين في الاتحاد الإفريقي الاتحاد المصري لازم يكون ليه دور مع الحكام المصريين إزاي الحكام المصريين مش موجودين في المباراة الإفريقية الكبيرة إزاي ما فيش حكم مصري في الدور الفاصل لتصفيات كاس العالم مصري والسنغال حطاها على جنب ده ماتش أكيد فيه مصري فمش يبقى فيه حكم مصري لكن الأربع ماتشاف التانيين هل جوشوا بوندو أفضل من أمين عمر أفضل من محمود البنة هل بابلاكت سيمة أفضل منهم التقييم اللي حصل للحكام المصريين في كاس الأم الإفريقية في الكاميرون كان أعلى تقييم من حكام أفرقى أداره مباراة كبيرة أو هيديره مباراة كبيرة في تصفيات كاس العالم ده جوز الجوز التاني وأنا بتكلم على الشكاو اللي تقدمت من سانداونز ومن نهضة بركان ومن الاتحاد الجزائري الاتحاد الإفريقي حتى هو بيرد على الشكاوي يعني شكوى نادي سانداونز كان بيتكلم على أن مجموعته بيلعب فيها مع ثلاث فرق عربية إزاي الاتحاد الإفريقي يعين في حوالي لغاية دلوقتي أربع مباراة لسانداونز ثلاث حكام عرب في الفترة السابقة دعبوا أربع مطرات فيه ثلاث حكام عرب أو حكمين عربيين أداروا مباراة ليهم هاي سمكرات وردواننا جيد قدموا شكوى هل الاتحاد الإفريقي مثلا بيوفر تمن التذاكر أو التناقلات فبيجيب حكام من زون أو منطقة جهورفية قريبة من ملعب المباراة يريد يقولك لا أنا بختار طبقا للكفاءة طبقا للكفاءة ده جوشوى بندو أدار مباراة كتيرة في دوري أبطال إفريقيا وعنده مباراة حاسمة هي آخر سنة وبيعتزل ده مفهوم بس في نفس الوقت مش عشان بيعتزل تكافق بكذا مباراة ومستوى الفن متراجع انت في كاس الأمم حتى ما دتلوش مباراة كبيرة ما دتلوش مباراة كبيرة كان أكبر مباراة من نسباله أدركت مباراة مصر والسودان دي أكبر مباراة من نسباله فبالتالي فيه شكاوي كتير جدا من أداء التحكم الإفريقي والأداء والمستوى مش مرتبط بس بالأداء الفني داخل الملعب لا الشكاوي كمان من فكرة التعيينات والتوزيعة اللي بتحصل له الحكام في المباراة الأخيرة أنا اللي مزع عني من كل اللي بقوله ده بغض النظر عن المستوى والناس كلها عرفها وبقت حافظة أسامي الحكام حتى إسف ما جيت نضاي لما تردد مباراة والناس كلها عرفة أننا عيدين مباراة المريخ والأهلي الناس كلها متضايقة وخايفة لأنه ما فيش حتى تقنية الفيديو في دور المجموعات لكن بكل المستويات دي ما فيش حكم مصري في الدور الفاصل لتصفيات كاس العالم في الاتحاد الكرم للموضوع ده أنا حشايف حتى الناس كلها بلا استثناء محدش مهتم بالقضية دي معنا أن ما فيش حكم مصري في الدور الفاصل لتصفيات كاس العالم أن نسبة وجود حكم مصري في كاس العالم اللي جاي في قطر لا تتخطى العشرة في المية بعد جهات جريشا آخر حكم كان موجود في كاس العالم في روسيا مش هيبع عندنا حكم في كاس العالم اللي جاي في 2022 ولا 2026 بالمنظر ده وبالمستوى ده لازم الاتحاد يكون ليه دور ويعرف ليه الحكام المصريين مش موجودين في الدور الفاصل ليه الحكام المصريين مش موجودين بكسافة في مباراة الأندية الإفريقية سواء دور الأبطال أو كاس الكونفيدرالية ده سؤال لازم الناس تسألوا لازم المسؤولين يسألوا ويدافوا عن الحكم المصري في الفترة اللي جاية أنا بقول في البداية الناس ممكن تندهش وتستغرب احنا هنا بندافع عن الحكم المصري وإحنا أكتر الناس بننتقد التحكيم المصري في المباراة المحلية احنا بننتقد على الاخطاء وبننتقد على الاخطاء الفنية في المباريات لكن في نفس الوقت بكم الاخطاء الفنية بالمقارنة بالحكام الأفرق لا لازم نقف في صف الحكم المصري ازاي مش موجود في المباريات الافريقية اللي جاية ده دورنا هنا دور الوطني اللي احنا نقف في صف الحكم المصري في الفترة اللي جاية الجزاية التانية كمان والجزاية الاخيرة في الموضوع ده فكرة بقى التوزيع الجغرافي فكرة ان الاتحاد الافريقي بيعتمد على التوزيع الجغرافي في المباريات ده طبعا شيء خاطئ بنسبة كبيرة جدا لأن في نفس الوقت مباراة كبيرة ممكن تتلعب مثلا ما بين الأهل والزمالك في دورة أبطال إفريقيا أو الأهل والترجي أو الأهل والنجم الأفضل أنك تجيب حكم إفريقي مش حكم عربي لأن الفترة الأخيرة حتى شفنا في بعض أداء الحكام العرب بيتغاضى عن بعض الأخطاء اللي ممكن تكون مؤسرة عشان ما يتقلش زي ما تقال في مباراة الأهل وصاندونز ده حكم عربي يعني جزء من أخطاء ردوان جيد في مباراة الأهل وفيتا كلاب ومباراة الأهل وصاندونز أنه دايما بيتردد أو دايما الشكاو بتروح للاتحاد الأفريقي أنه ده حكم عربي فيوقف في صف الفريق العربي اللي بيشارك في هذه المباراة فبالتالي الأخطاء دي بقى تيجي أنا على فريقي أو على النادي الأهلي في المباراة الأخيرة حصلت في فيتا كلاب في وجود ردوان جيد وحصلت في مباراة ساندونز ورغم الأخطاء التحكمية اللي حصلت سانداونز اشتكر أدوان جيد وبيقول إزاي يجي حكم من المغرب ويدير مباراة في مصر وأنا فريق جاي من جنوب القر فجي حتى الاتحاد الأفريقي بعتها عمل إيه ودى بملاكة سيمة في مباراة سانداونز والأهل ودى بملاكة سيمة في مباراة سانداونز والأهل سانداونز هي لعب الهلال في السودان الجاولة الجاية جاب له بكاري جسامة يعني حتى هنا لو أنت مخدتش بالشكوى وحسبت الحكم على الأخطاء اللي حصلت بس ابتدت تسمع ليه الأندية في التوزيع الجغرافي ابتدت تبتعد عن فكرة نفس الحاكل بيجي من نفس الزون وبيجيب حكام من زون تاني مختلف حصلت في مباراة سانداونز والأهل جي حكم من شرق القرى من أسيوبيا مملكة سيمة وهتحصل في مباراة الهلال وسانداونز يوم السبت اللي جاي الهلال بينتمي للشمال سانداونز للجنوب جايبين بكاري جسامة من جنبيا وده غرب القرى الإفريقية فبالتالي محتاجين إحنا هنا في مصر بقى ملخص لنا عايز أقوله أن الاتحاد المصر يضغط لصالح الحكام المصريين ويضغط كمان على تعيين نادالا الكنغولي في مباراة مصر والسينغال كل الأخطاء التحكمية اللي حصلت من الحكم الكنغولي جان جاك نادالا في مباراة تاسينبا ونهضة بركان بتدق نقوس الخطر قبل مباراة مصر والسينغال في تصفيات كأس العالم المباراة على أرضنا لكن ما أضمنش بحكم زي ده ممكن ييجي هنا يضيع حلم شعب وحلم منتخب فيه التأهل لكأس العالم والناس مش وغدا بالا أن كان بيدير مباراة في الكنفدرالية وعمل أخطاء تحكمية غير مبررة كل طفيح حكامنا المصريين ونشوفه من رب الفترة الجاوي يكون فيه دور للاتحاد المصري يقف في ظهر الحكام المصريين في الفترة اللي جاية مش أقول كتير على الكلام على الكابتن قصى عبدالفتاح لأنه خلاص أنا شايف هو برا المنظومة لازم الاتحاد اللي يقوم بالدور في هذا الشعب أخرج إلى فصل وبعد الفصل نرجع مع بعض ونتكلم بها أكتر على مباراة المريخ والأهلي ونشوف إزاي بيستعد الأهلي لهذه المباراة الهمة إن شاء الله هتتلاعب يوم الجمعة الساعة ستة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الأهلي والسلام حالة بحضراتكم من جديد وفقرة مهمة جدا عشان نقرب شوية من أخبار الأهلي ونعرف إزاي الفريق بيستعد لمباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من مباراة المجموعة الأولى لدور أبطال إفريقيا لذلك أزم مباشرة إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة وتحديدا من ملعب مختار التتش مع الزميل العزيز محمد توفيق موفد قناة الأهلي اللي موجود حاليا داخل ملعب التتش بالجزيرة محمد مساء الخير عليك ويمكن ده أول تجمع للفريق عقب العودة من جنوب إفريقيا بعد الراحة السلبية والاستعداد بقى لمباراة المريخ السوداني النهاردة الأخبار إيه بالنسبة لك وشايف مدى الاستعداد خلال الفترة اللي جاية المران المعسكر اللي جاي وحالة اللعيب إن شاء الله سهلا خير محمد تحياتي ليكم وكل مشاهد القناة النادي الأهلي في كل مكان بالفعل زي ما أنت قلت ده أول تجمع بعد عودة الفريق منذ الأحد الماضي من جنوب إفريقيا بعد أداء المباراة الأخيرة أمام سندامز في الجولة الرابعة من برات المجموعة الأولى من دورة أبطال إفريقيا كما قلت محمد ده كان التجمع الأول لكن النهاردة الجهاز الفني للفريق يعني فضل إن الفريق لا يخض مرانو في الملعب ولكن اكتفى به تمرين استشفائي في إصالة الجيم الملحقة هنا بملعب مختار التش بالجزيرة وله طبعا لحالة الجهاد الشهدية اللي بعاني منها الفريق كان محمد على مدار الفترة اللي فاتت بتتكلم في مطش سندونز يوم السبت 26 فبراير من بعدها مطش فاركو في اسكندريا يوم 1 مارس من بعدها مطش المريخ الأولين هنا يوم السبت 5 مارس بعد كده كمان بتلعب مباراة جبيرة قدام برامة يوم السلساء الثمانية مارس من بعدها السفر طبعا لمدة 11 ساعة لجنوب أفريقيا للملاقات سندونز في المباراة اللي بقول زي ما قلنا بالجولة الرابعة يوم السبت 12 مارس كمان العودة زي ما انت شفت 11 ساعة طيران وكمان اتتركت نزفة مطار أسوال للتزود بالوقود كل ده كان إجهاد كبير جدا على الفريق خلال أيام يعني زي ما قول قليلة الفريق خاض عدد كبير جدا مباراة ده سبب إجهاد بشكل كبير وده ممكن كان باين على أداء اللاعبين في مطش سندونز الأخير في جنوب أفريقيا يمكن عشان كده الجهاز الفني يفضل إراحة اللاعبين النهاردة كمان يكون الميران أو أول تجمع لهم يكون بس ميران استشفائي يمكن معظم اللاعبين ظهروا بحالة كويسة طبعا خاصة بعد فترة الإجازة طبعا الجهاز الفني كان مدي تعليمات للعبين براحة سلبية تمة نظرة لحالة الإجهاد إنك كمان الجهاز الفني منذ يعني إن شاء الله بداية من الغد هيبدأ بقى برنامج الإعداد العادي جدا لمباراة المريخ يمكن هيكون التدريب الأول والرئيسي بكرة محمد إن شاء الله هيكون فيه تمام الساعة الرابعة اللاعبين هيتجمعوا هنا في مقرر نادي الأهلي بالجزيرة منذ الثالثة عصرا وبعد كده من بعدها في الرابعة هيخد الفريق ميرانو الأساسي إن شاء الله كمان يوم الخميس بإذن الله هيكون بقى التدريب الأخير اللي هيكون فيه دائما متعودين فيه أول ربع ساعة من الميران مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام وكمان هيبقى ظهرا قبل الميران هيكون فيه الاجتماع الفني ما بين فرقاي الأهلي والمريخ هنا في مقرر نادي الأهلي بالجزيرة وبعد كده هيبقى فيه المؤتمر الصحفي للنادي الأهلي وكمان المريخ السوداني طبعا أحمر يعزين ننوه والناس كلها أكيد عارفة إن المباراة يوم الجمعة إن شاء الله اللي هتقوم فيه الثالثة مساء على السادة الأهلي والسلام هي مباراة المريخ السوداني وليست مباراة النادي الأهلي طبعا نظرا لنقل المريخ السوداني كل مباراةه هنا إلى القاهرة وطبعا فيه بدرة طيبة وتعاون ما بين الأشقاء في النادي الأهلي والسودان ويعني كنشوف نتصرحات إدارة المريخ السوداني والجهاز الفني في كل مؤتمر صحفة قبل كل مباراة بيشهدوا بالاستقبال المصري بيشهدوا بحفاوة النادي الأهلي وتسهيل كافة الإجراءات خلال إقامتهم هنا في مصر كمان يمكن على هامش المران كان لها لقاء مع دكتور رحمل أبو عبلة عشان نطمم منه على كافة اللاعبين المصابين في صفوف الفريق يمكن طمنا على محمد هاني اللي طبعا كان بيعاني بكادمة شد في العضلة الضمة يمكن الحمد لله محمد هاني بشكل كبير جدا هيكون موجود بكرة في المران الرئيسي للفريق هنا في ملعب مختار التتشي بالجزيرة كمان كاملين فؤاد اللي كان بيعاني من كادمة في العضلة الأمامية كان الدكتور قال لي عملنا له صنار النهار ده والحمد لله يعني الصنار أثبت أن اللعب نسبة الكادمة التعمد بشكل كبير جدا إن شاء الله برضه هيكون موجود في مران الغدن ولكن يعني هيقد مران خفيف مش هيخش في المران بشكل قوي كمان كانت مع المحمود متولى قال لي محمود متولى من ناحية الطبية هو جاهز تماما للدخول مع الفريق ولكن دلوقتي طبعا في حالة يعني زي ما قلت تأهيل الكروي لمسألة النفس مسألة المرونة والليونة مع الجهاز الفني والجهاز الطبي هنا في النادي لكن هو من ناحية الطبية جاهز تماما كمان صلاح محسن بحب أطمينك وأطمين كل جميعين النادي الأهلي خلال أيام إن شاء الله هيبقى في الملعب وهي يعني هيبدأ الجاري الخفيف في الملعب بإذن الله مع بعيد زوميلو كمان سألته عن أكرم توفيع لأنه فيه تواصل مستمر مع أكرم قال للحمد الله أكرم بيقدي برنامجه العلاج واللي ستشفى بشكل أكثر من رؤى ويعني يعني ع volunteering الدكتورة أحمد بأكد لي أن أكرم يعنى عدل المعدلات المحطوطة لي أو المعدلات الموضوعة لي من قبل الجهاز الطبي هنا في النادي الأهلي وكمان الجهاز اللي يعني يعني بيشرف على عملية التأهيل هو لا قال لأ أكرم الحمد لله معدل المعدلات الطبعية والمعدلات اللي كانت الموضوعة لي خلال هذه الفترة كمان عمار حمدي بيؤدي برنامجه العلاجي هنا تحت إشراف الجهاز الطبي في النادي الأهلي بشكل أكثر من رائع نتمنى السلامة لكل لعاب النادي الأهلي ويا رب دايما كل لعاب النادي الأهلي يكونوا في حالك وإيسا خاصة زي ما تشاه محمد فظل ضغط المباراة عندنا مطش المريخ يوم الجمعة من بعده هيبقى كمان تجمع المنتخب لعابين هلعبوا الجمعة وتلات مع المنتخب ومن بعدها الهلال في آخر جولة من جولات دور أبطال أفريقيا نتمنى إن شاء الله خلال هذه الفترة الحاسمة من الموسم السلامة لجميع العاب النادي الأهلي يكون كلهم في أحسن حالة فنية وبدنية وإن شاء الله دايما النادي الأهلي موفق ودايما إن شاء الله في المقدمة ويعد هذه المرحلة الصعبة من دور أبطال أفريقيا وإن شاء الله يقلل جهود كل اللاعبين والجهاز الفني والإدارة بالصعود للدور المقبل بإذن الله إن شاء الله زميل العزيز محمد توفيق موفد قناة الأهلي والنهارده كان موجود في ملعب التيتش بيجزير عشان نعرف منه كل الأخبار والكواليس المتعلقة باستعداد الأهلي لمبارات المريخ السوداني والنهارده نتيجة حالة الإجهاد كان الجهاز الفني فضلا يكون فيه فقرة كده وتدريب استشفائي في صالة الجامع عشان الفريق يستعد ويبقى فيه ريكوفري واستعداد للفترة اللي جاية نقطة مهمة جدا قبل مخرج لفاصل شكل المجموعة وترتيب المجموعة يمكن ساندونز في صدارة بعشر نقاط الأهلي والهلال والمريخ في المركز الثاني والثالث والرابع متساويين في عدد النقاط بأربع نقاط ترتيب المجموعة وشكل المجموعة عشان تضمن التأهل أنت محتاج إيه؟ طبعا يعني المطشن في القاهرة فإن شاء الله الأهلي حق الست نقط ويتأهل بإذن الله في المركز الثاني وأي أن كان انت أول أو تاني المهم تتأهل للمرحلة القادمة شفنا الفترات اللي فاتت الأهل ما بيفوس بالبطولة دائما بيكون حتى تاني المجموعة الهدف في الم المجموعة أنك تتأهل أي أن كان الترتيب بتاعك لكن المهم أنت محتاج إيه في المطشن الجايين؟ أولا الأهلي لو كسب المريخ كده المريخ خلاص خرج بره سباء المنافسة والتأهل للدور اللي جاي كده المريخ عايبقى خرج بنسبة مئة في المال لأن المواجهات المباشرة مع الأهلي الأهلي فاز على المريخ زهابا وإن شاء الله هيفوز عليه إيابا في لقاء يوم الجمعة القادمة فبالتالي الأهلي يصعد إلى النقطة السبعة طيب الهلال هيلعب سانداونز يوم السبت اليوم التالي لمباراة المريخ والأهل هيلعب يوم السبت الساعة 3 على ملعب الجوهر الزرقاء في السودان الهلال محتاج إيه؟ الهلال لا باديل أمامه سوى الفوز على سانداونز عشان يوصل إلى سبع نقاط وقدر إمكانه يتساوى مع الأهلي إن شاء الله لما الأهلي يفوز على المريخ يبقى سبع نقاط الهلال إذا فاز هيبقى لسه المنافسة بينه وبين الأهلي في الجولة الأخيرة والمباراة الأخيرة الأهلي ستضيف الهلال هنا في القاهرة إن شاء الله أحد أيام واحد أو اثنين إبريل لسه لم يتحدد مع عادل المباراة هتتلعب إمت طيب الأهلي محتاج إيه؟ من الهلال لو الهلال جيه لعب الأهلي وعنده سبع نقاط زي الأهلي الأهلي تعادل مع الهلال في السودان 0-0 0-0 يبقى إذن أي تعادل سلبي للأهلي هنا الأهلي يتأهل بشرط إن ما يكونش الهلال كسبان سانداونزي بأكتر من واحد أو اثنين سفر في الأهداف اللي هتتلعب فيه مباراة السبت اللي جاي لأن الأهل لو كسب المريخ 1-0 هيبقى الأهلي عنده أربع أهداف وعليه أربع أهداف الهلال السوداني عنده هدفين وعليه ثلاثة لو كسب سانداونز أكتر من هدف فبالتالي التعادل السلب هنا ممكن ما يكونش في صلاح الأهلي فلازم الأهل يفوز لأن التعادل السلب هيبقى فيه تعادل في المواجهات المباشرة وبالتالي هنا لازم الأهلي يكسب الهلال عشان فرع الأهداف ممكن يكون في صلاح الهلال السوداني ده في حالة إذا الهلال كسب سانداونز بسكور أكتر من واحد أو اثنين طب لو تعادل مع سانداونز أو سانداونز كسب خلاص نسب التعاهل الهلال هتبقى صعبة جدا لازم يجي يكسب الأهلي وهنا الموضوع يبقى في إيد الأهلي أكثر فبالتالي كل الخيارات وكل الأمور في إيد النادي الأهلي يكسب المطشين تأهل يكسب المريخ ويتعادل مع الهلال هيكون نسبة التأهل المؤكدة وتتخطى نسبة التسعين في المية لكن مهم إن شاء الله مطش الجمعة اللي جاية لا بديل عن الفوز والسلاس نقاط ويا سلام كمان لو حقا تسكور عشان تضمن قبل المباراة الجولة الأخيرة اللي لسه ما تحددش معادها واحد أو اثنين إبريل الناس عما تتكلم من المطش 2 إبريل هيتلاقف في رمضان مصطفى غربال الحكم كل الكلام ده عاري تمام من الصحة حتى هذه اللحظة لم يتحدد لا توقيت ولا اليوم ولا الحكم اللي هيدين مباراة الجولة الأخيرة ما بين الأهلي والهلال السوداني في الجولة الستة من مباراة المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريق أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ترند الأهلي ونشوف المحتوى اللي من خلال صفحات السوشيال ميديا أهلا بحضراتكم من جديد وفاقرة ترند الأهلي وأنا نتناول مع بعض المحتوى اللي موجود في صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة أول حاجة معايا اليوم السابع حساب اليوم السابع على تويتر خبر مهم متعلق به محمد هاني وكريم فؤاد كتبوا للأهلي يفحص عضلة هاني وكريم فؤاد في بداية الاستعداد لمواجهة المريخ وكان معنا من شوية زمننا محمد توفيق مفد قناة الأهلي وجاب لنا الأخبار الجديدة والحصرية المتعلقة بمدى جهزية اللعيبة لمباراة المريخ السودان وأكد لنا أن محمد هاني وكريم فؤاد هيكونوا إن شاء الله بكرة في المران الجماعي في إطار الاستعداد لمواجهة المريخ السودان محمد هاني كان عنده شد ويمكن عمل برنامج تأهيلي وكان حريص جدا أن يلعب مباراة سانداون زي في جوانسبرج الأسبوع الماضي لكن الوقت ما أسعفوش أن يلحق المطش بعد إصابته في لقاء بيرامدز أما كريم فؤاد يمكن ما تعرضش لأي شد الحمد لله وكانت كادمة قوية نتيجة الخطة أو الاحتكاك القوي اللي حصل في أحد القرات المشتركة مع مورينا مدافع فريق سانداون وبالتالي الإصابات الحمد لله خفيفة ويكونوا جاهزين لمواجهة المريخ يوم الجمعة القادم إن شاء الله طيب موقع مبتدأ وحساب مبتدأ على تويتر نشروا أن التاريخ ينصف الأهلي أمام المريخ السوداني بيتكلموا على عنصر التاريخ أو معيار التاريخ في مواجهة الأهلي مع المريخ في المباريات السابقة أولا طبعا على مستوى البطلات الأهلي حق سبعة دوري أبطال اتنين أفريقي أبطال الكؤوس في المباريات اللاعب فيها أمام المريخ السوداني طيب لابوا بعد كم مرة تسع مباريات الأهلي فاز في ستة مطشط اتعجلوا مباراتين والأهلي خسر مرة واحدة من المريخ السوداني إن شاء الله بإذن الله تكون المباراة القادمة المباراة عشرة ورصيد الانتصارات يرتفع من ست مباريات إلى سبعة مباريات بإذن الله لأنها كمان مباراة حاسمة مش مباراة تحصيل حاصل لكنها مباراة حاسمة وهتفرق كتير جدا في مشوار الأهلي طيب حساب الأهرام بيتكلم على حسين الشحات هل حسين الشحات هيلحق المطش اللي جاي ولا لا حساب الأهرام على تويتر بيتكلموا لأن موسيماني بيجهز حسين الشحات للمشاركة أمام المريخ السوداني حسين من اللعبة اللي ما لعبتش لقاء الجولة الرابعة أمام سانداونز الجولة الماضية اللي تلعبت في جوانسبرج وكانت كل التغيرات اللي خاصة ما كانش فيها حسين الشحات هل ممكن بقى يعتمد عليه في المباراة القادمة أتمنى أن يكون في استفادة من حسين سواء في الناحية الدفعية لو عايز تعمل انطلاقات أو حتى ممكن تحطه مع الأطراف أو الأجنحة اللي ممكن تستفيد بيها من الناحية الهجومية لأن حسين عنده سرعات وفي نفس الوقت الرجلية على المرمى بيبقى فيه أهدف مؤسرة وده حصل فيه الفترات الأخيرة أتمنى أن يكون فيه استفادة من حسين وطاهر وحسان حسن ومحمد شريف وكل اللعبة في الفترة الجالية لأن مرحلة دول المجموعات أحياناً بتبقى صعبة شوية لكن من دور التمانية الفريق بيبدأ يخش في الجد ويبقى التركيز أعلى من المراحل السابقة طيب حساب سبورت 360 مصرية عامل إحصائية على بيتسو موسيماني في مبارياته مع أنديت القمة في مصر سبورت 360 مصرية في الحساب الرسمي لها على تويتر 16 مباراة قضها بيتسو موسيماني أمام أنديت القمة لم يخسر أي مباراة إذن هو العنوان موسيماني لا يعرف طعم الهزيمة أمام أنديت القمة في مصر طيب نبص على الجدول منذ تولي موسيماني تدريب النادي الأهلي أول فريق معنا إزا مالك موسيماني لعب مع أربع مباريات فاس في تلاتة تعادل في مباراة لم يخسر أكبر نتيجة طبعا كانت خماسية خمسة ثلاثة لعب مع بيراميدز أربع مباريات فاس مباراة كانت الأخيرة تلاتة صف تعادل تلات مباريات لم يخسر أمام الإسماعيلي لعب تلات مباريات فاس في اتنين تعادل مطش واحد لم يخسر وبالتأكيد أعلى نتاكة أربعة صف في بداية الدوري ثم الاتحاد السكندري لعب مع تلات مطشوات فاس في التلات مطشوات مخسرش ولا تعادل لعب مع المصري مبارتين فاس في المبارتين لم يخسر ولم يتعادل نتائج جيدة جدا على المستوى المحلي لبيتسو موسيماني مع الزمالك والبيراميدز والإسماعيلي والاتحاد والمصر طيب نروح كمان لحساب الوطن سبورت وبيتكلموا على بيتسو موسيماني بيقرر رحيل لاعب جديد وبيستقر على بديله في سموحة والله يا جماعة من غير مدخل في تفاصيل الخبر وقرى الأسماء الخبر ده بنسبة مليون في المية غير مؤكد وغير صحيح من النهار ده لسه في منتصف شهر مارس والموسم عايخلص فيه أواخر شهر أغسطس يعني قدامنا خمس شهور من غير ما بص وعرف الاسم أو عرف حتى المركز هل في مدرب في أي حتة في الدنيا بيقرر أو ياخد قرار في رحيل لاعب من دلوقتي ولسه قدامه خمس شهور ونص على مطشط إفريقية ومحلية ومطشط مهمة الفترة الجاية في توقيت معاية ممكن تستفيد باللاعب ده في أي وقت من المباريات ويظهر بشكل جاي وفيه كذا لاعب كان مثل على الجزئية دي في الفترة السابقة الناس كلها قالت أكرم طوفيه ما بلعبش فين أكرم طوفيه ممكن يمشي أكرم طوفيه لعب اتقال الكلام ده العمار حمزي وتقال على محمد محمود وتقال على كريم فؤاد وتقال على محمود وحيد واللعابة كلها ما بتشارك بتثبت وبتظهر بشكل جاي جدا الخبر النهاردة ده من خلال حساب الرسمي الوطن سبورت بيتكلمه لأن مسماني حسم عودة محمد شكري وده وارد ممكن لعيب معاور في الفترة الحالية ممكن الجهاز الفني يحسم عودته وده وارد بالنسبة لمحمد شكري لكن مقابل إيه؟ إن المدير الفني قرر الاستغناء عن محمود وحيد بأكد لكم هذا الخبر عاري تماما من الصحة ولسه بدري أصلا على فكرة اللي احنا نقول مين يقعد ومين يمشي ومين ييجي ومين يطلع عارة ومين ممكن يرجع لسه المصم طويل وأي إصابة وأي قرار ممكن يغيره تفكير أي جسفة عشان كده محدش بيفكر أصلا في الكلام ده من دلوقتي وكل الاهتمام بيكون على المباراة اللي انت بتلعبها كل يومين تلاتة فهتلاقي وقت تقعد عشان تكتمع وتحدد مين يقعد ومين يمشي طيب حسابي اللي كورة بيتكلم على الهلال السوداني والخبر متعلق هنا باستقالة مدارب حراس مرمى الهلال السوداني قبل أيام من مواجهة سانداون صحيفة تكافر ووتر السودانية قالت أن مدارب الحراس البرازيلي نالسون تقدم باستقالته من منصبه ولم يكشف الأسباب التي دعته لاتخياز قرار الرحيل في هذا التوقيت لأخبار الفترة الأخيرة من الهلال والمريخ بنحس داما أنه فيها تضارب لكن أي أن كان هو الهلال عنده مطش مع سانداون بالتأكيد عايز يكسب لأن ده لا باديل أمامه سوى الفوز زي الأهلي كده لا باديل أمامه سوى الفوز على المريخ يوم الجمعة كورة بلس راح لنقطة مهمة جدا حقيقة اقتراب موسماني من تدريب جنوب إفريقيا يمكن أنا طلقت في المكان ده قزى مرة في السنة الماضية وقلت ما فيش أي عرض البيتسو موسماني لتدريب منتخب جنوب إفريقيا وكل الكلام اللي بيتكتب كان عبارة عن شائعات في ظل أن موسماني ماشي في شكل كويس جدا مع النادي الأهلي بالأمس داني جوردون رئيس الاتحاد الجنوب إفريقيا كان ليه تصريحات مهمة جدا اتكلم فيها على بيتسو موسماني وأن تجديد الأهلي للمدرب الجنوب إفريقيا قرار جيد جدا في هذا التوقيت لكن لما تسأل عن حقيقة اقتراب موسماني لتدريب منتخب جنوب إفريقيا الراجل رد في إجابة مختصرة وقال لم يحدث أن التحاد جنوب إفريقيا عرض على موسماني تدريب المنتخب الجنوب إفريقي لدينا مدرب وحالية المدرب ده طبعا مدرب كبير هوجو بروس ولدينا هيئة تدريب وسنلعب أمام غينيا وسوف نلعب بطولة العالم في الفترة القادمة فبالتالي منتخب جنوب إفريقيا في استقرار فني حالية بوجود هوجو بروس ولم يكن هناك أي تفكير في التعاقد أو الاستخدام مع بيتسو موسماني سواء في الفترة السابقة أو حتى في الفترة الحالية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ببعض ونكمل بقى فقرات برنامج الترند أهلا بحضراتكم من جديد واستكمال بقى فقرات الترند وبسرعة نروح للترند المحلي لأنه طالما تكلمنا عن الترند المحلي هيكون أول كلام معنا عن مباراة مصر والسنغال وخلاص العد التنازلي النهاردة 15 مارس بنتكلم في أقل من حوالي 7 أيام ويبدأ معسكر منتخبنا الوطني حساب المصر اليوم بيكلم على أن كارلوس ساكيروش بيستقر على عدد من اللاعبين في قائمة المنتخب التي تواجه السنغال في فصلة كأس العالم لعب تتمنى أن ينضم وحطيني القائمة قدامنا حوالي 22 لعب هي القائمة المختصرة بنسبة كبيرة يعني هي المتوقعة والمبدئية مش القائمة النهائية ولا كارلوس كيروش ولا الاتحاد المصري أعلن عن القائمة حرص المرمج شنوة بجبل صبحي خط الدفاع أحمد سامي ياسر إبراهيم محمد أو محمود حمد الوينش محمد عبد المنعم أحمد فتوح محمد هاني عمر كمال عبد الواحد وسط الملعب السلية حمد فتح النني مهاند لاشين أحمد سيد زيزو أحمد عبد القادر محمود ترزيجي عمر مرموش وفي الهجوم محمد صلاح مصطفى محمد محمد شريف وكوكا يمكن معظم العناصر العرفينها لكن طبعا بالنسبة لي مفاجأة عدم وجود مثلا محمد مجدي أفشا أعتقد وأتمنى أن يكون موجود في الفترة اللي جاية لأن الفترة السابقة يمكن كان فيه يعني اللعب الرقم تسعة أو اللعب سنة الألعاب في وسط الملعب مش موجود ما شفناش وجود لعبد الله سعيد في كأس الأمم فأتمنى المطفل اللي جاية مبارة سنغال يكون فيه تواجد لمحمد مجدي أفشا وفي النهاية هو القرار فيه رؤية بالتأكيد ده كارلوس ساكيروش طبعا حساب الأهرام بيتكلم على أن محمد صلاح بيستعد لقيادة منتخب مصر في مواجهتي ألا السنغال والكلام على أن محمد صلاح إصابته الحمد لله كانت طفيفة مش إصابة قوية فبالتالي هيكون جاهز لقيادة مصر في مبارتي السنغال سواء الزهاب في القاهرة يوم خمسة وعشرين أو لقاء العودة في الدكار يوم تسعة وعشرين وهيبان مدى جاهزية صلاح في مباراة أرسنال عندهم ماتش بكرة مع أرسنال إذا لعب من البداية أو شارف جزء من وراء هنطمئلنا على مستوى محمد صلاح بنسبة كبيرة طيب نروح لحساب اليوم السابع وبتكلم على أن أحمد رفعت بيدخل قيمة المنتخب أمام السنغال بدينا لرمضان صبحي رمضان عنده إصابة هيغيب حوالي أسبوعين فبيتالي بنسبة كبيرة مش هيكون جاهز لمبارتي السنغال فالاتجاه الأقرب انضمام أحمد رفعت بدينا لرمضان في مبارتي السنغال طيب اليوم السابع بيتكلم على أن أفشا وأحمد عبدالقادر خارج حسابات كيروش أمام السنغال وده كنت بتكلم فيه في البداية وأنا بستعرض القائمة المبدئية لا لقيت اسم أفشا ولا لقيت اسم أحمد عبدالقادر أتمنى أتمنى أن يكون لهم تواجد خاصة أن الفترة الأخيرة مستوى أفشا اتحسن عن الفترة السابقة وحتى لو طرق اللاعب بتتغير قدر إمكان اللاعب ممكن في مباراة مش في مستوى لكن الإمكانيات موجودة عند أفشا أحمد عبدالقادر لعب ظاهر بشكل كويس جدا ولعب بشكل رائع جدا في الفترة الأخيرة ممكن يستحق الفرصة هل كارلوس كيروش ممكن مش عايز يضم لعب جديد على المعاصقر اللي جاي في ظل أنه هو بيعتمد على مجموعة معينة بس في نفس الوقت أنا بقرأ الأسماء لقيت اسم أحمد سامي لقيت اسم أحمد رفعت آه ما كانش معاف في كاس الأمم كان معاف كاس العرب لكن في نفس الوقت ممكن لعيب زي أفشا وحمد عبدالقادر يصنع معاك الفارق في مباراتي السنغال فظلت كمان فيه صابة لمحمود تريزيجي كنت لسه هتكلم عليها مش هعرف يلحق مطش السنغال ولا ما يلحقش حساب الوطن السبورتي بيكلمنا على تريزيجي وده السؤال اللي كنت بترحه لو ضمت أحمد عبدالقادر هل تريزيجي قصة ممكن يلحق ولا ما يلحقش اتحاد الكرة في تصرحات لحساب الوطن السبورتي قالوا إن إصابة تريزيجي لن تمنعه من المشاركة في مباراتي السنغال وده خبر أسعبني بصراحة لأن تريزيجيي من اللعيبة المهمة جدا سواء داخل الملعب أو خارج الملعب خارج الملعب تقولي إزاي أقولك لعيب عنده خبرات لعيب مؤسس بشكل بير جدا جوه صفوف المنتخب في لعيبة حتى لو مش بتلعب بشكل أساسي لكن على الدكة أو خارج الملعب بيبقى لديه تأثير كبير جدا مع المنتخب تريزيجي أحد هؤلاء اللعبين أتمنى يا رب إن شاء الله يكون جاهز في لقاء الزهاب ولقاء العودة والخبر ده مهم جدا اتحاد القرى بيطمننا على إصابة تريزيجيي وإن الإصابة لن تقوقوا عن المشاركة في مباراتها السنغال وأكيد ده تصريح طبعا لدكتور محمد أبو العيلة طبيب منتخبنا الوطن طيب حساب الوطن سبورتي ممكن خط تصراحات من أحد لعبي السنغال السابقين هو فرناند كولي ممكن ده أحد لعبي منتخب السنغال اللي كان بيشارك أمام جيل العظماء الجيل اللي شارك فيه وقع الجمعة أحمد حسن أبو تريك أحمد متعب فرناند كولي كان أحد نجوم منتخب السنغال وسألوه على مبارات مصر فقال إن مصر تلعب بشكل جماعي أفضل ومواجهتنا معهم ستكون قوية قال كمان مبارات منتخب مصر ستكون انفجارية بمعنى ضقه هو شايف إن العالم كله هينظر على هذه المبارات خاصة إن كان فيه مواجهة مرتقبة بين المنتخبين في الأيام القليلة الماضية أو في أقل من شهر كان الفريتين بيلعبه فينال كأس أمم إفريقيا وكلنا عارفين إن السنغال فازت برقلات الترجيح أربعة اتنين اتكلم على محمد صلاح وقال طبعا نجم ليفربول ده أفضل لاعب وعلى رأس قيادة منتخب مصر وميزة مصر هي بتلعب بشكل جماعي لكن من وجهة نظره إن السنغال عندها القدرة إن تفك لغز منتخب مصر في هذه المبرانات أتمنى التأهل يكون من نصيب منتخبنا الوطن نروح للترند العالمي وأبرز حاجة معنا في الترند العالمي بالتأكيد محمد صلاح حديث الشارع الرياضي سواء في مصر أو حتى في إنجلترا حساب الجول يرجى الناكلوب الموديل الفني في المؤتمر الصحفي قال يبدو أن صلاح سيكون جاهزا لمبارات أرسلال قال يبدو أن صلاح سيكون جاهز لمبارات أرسلال وده تصريح الكل بالتأكيد يعني اتكلم عليه وشاف أن دي فرصة جيدة نحكم على أن صلاح هيكون جاهز لمباراتي السنغال لأن الإصابة اللي تعرض لها في مشت القدم كان الكدمة قوية الكل قلق وكان فيه تخوف أنه ممكن يغيب عن مباراتي السنغال لأنه طبعا أبرز عنصر أنت شوف الناحة التانية لو ساد يوماني غيب عن منتخب السنغال شوف ماذا تأثير غيابه على منتخب السنغال عاي يكون عامل إزاي طيب حساب ليفربول الرسمي على تويتر نشر تهنئة لمحمد صلاح لتتويجه جائزة أفضل لعب باختيار الجمهور عن شهر فبراير وصلاح خدر الجائزة دي من ربطة المحترفين الإنجليزية بتصويت الجمهور كل توفير صلاح عامل إنجازات وأرقام خياسية ودائما بيكون لعب الشهر سواء بتصويت الجمهور أو تصويت الربط حسابي يلا كورة بيتكلم على محمد صلاح خلال شهر فبراير خمس مباريات سجل أربعة صنع هدف وبالتالي عندنا هنا أرقام مميازة جدا لمحمد صلاح اللي أصبح حديث الشارع الرياضي هيكمل في نيفربول ولا ممكن يكون في خطوة جديدة ليه الفترة اللي جاي قبل الحلقة كنت بتكلم مع زميلي أحمد عبدالقادر المختص بالشأن للقرة العالمية ويمكن هو عنده خبر أو عنده معلومة بيأكدها لي إن محمد صلاح بنسبة كبيرة جدا ممكن ينتقل إلى فريق برشلونة الأسباني هنشوف يا أحمد بعد نهاية فترة الانتقالات هل هيجدد ولا هيبقى فيه خطوة للانتقال إلى الدوري الأسباني ويكون موجود في برشلونة مع شافي طبعا نجم برشلونة والمدير الفن الحالي لفريق برشلونة مشاركات الجمهورة على السؤال طرحنا رأيهم في أداء التحكيم الإفريقي في أول أربع جوالات من دوري أبطال إفريقيا محمد بيقول تحكيم سيء بالنسبة للأهلي وخصوصا على ملعبنا تحياتي لشخصك الكريم تحياتي ليك يا أستاذ محمد وهو يقصد بالتأكيد أداء ردوان جيد في مبارات الأهلي وساندونز وكمان الفترة الأخيرة فيه تحكيم سيء جدا في معظم المباراية إبراهيم عناني بيقول غير مقنع التحكيم على الكيف والفار ضروري أتمنى الفار يبقى في دوري المجموعات لكن الإمكانيات ملاعب وحكام مش على أعلى مستوى عشان تطبق في دوري المجموعات فادي بيقول في أخطاء كبيرة عنده حق وجهة نظر طبعا كل الأراء متطفق على أن التحكيم الأفريقي سيء جدا أشرف الفرجاني بيقول أخد تحكيم المصري لا فرق بينهم وده اللي كنت بقوله في الأنترو أن التحكيم المصري وصل لمرحلة بعده نفس الأخطاء اللي في التحكيم الأفريقي لكن في نفس الوقت ممكن تستفيد بعنصر أو اتنين عندهم مستوى جيد في الفترة الأخيرة آخر حاجة نجلاء التحكيم الأفريقي مازال في تداور كنا متعشمين خير في كلنا أنه هيصح الأوضاع ويرفع مستوى التحكيم ويدعى الفساد بس مع الأسف ما حصلش ناس كلها عارف المستوى وعارف الأداء بالنسبة للحكام الأفريقي في الفترة الأخيرة في الختام بشكر حضراتكم على حصن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج الترينت شكرا وإلى اللقاء